السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك يا عم الشيخ أنا عام الجمعية مع واحدة ست تخصيني بعشرين ألف جنيه ومع ضيق الحال والظروف اللي بيمر بيها اتكسر عليها أربع شهور بثمان تلاف جنيه ولو الفلوس دي ما وصلتش في أقرب وقت هسبب لها مشاكل في بيتها وعليها فلوس لشخص تاني حوالي عشرين ألف جنيه وما فيش فلوس دلوقتي متاح معايا بس قدامي قرد بخمسين ألف جنيه هيحل المشكلة هل كده هيبقى القرد حرام ولا حلال بس بعد إذن حضرتك ممكن يحصل مشاكل لو أنا ما سددتش الفلوس دي فيه خلال آخر الشهر فبعد إذنك رد علي وقول لي أعمل إيه العمل بسيط أن القرد ده أي قرد دلوقتي أصلا اترفع لفظ القرد من قانون البنوك لقانون 196 لسنة 2020 فما بقاش فيه لفظ القرد فهو هيقول لك إيه لازم لما يعطيك الخمسين ألف جنيه لازم يكون فيه سبب فأنت لو ذكرت السبب أن أنت هتشتري سلعة وإنت فعلا هتأخذ الفلوس عشان تشتري سلعة وهي زيادة أو هتأخذ الفلوس عشان تقدم خدمة تحصل على خدمة هيبقى داوت كمان كمان سبب من أسباب أن الفلوس دي تبقى تمويل وأن تبقاش قرد فيبقى عندنا هو إذا كنت تأخذ الفلوس وهنكتب السبب في أخذ هذا الفلوس إنه هو لتمويل مشروع أو لشراء سلعة أو كمان لأداء خدمة هيكون دا جائز هيكون دا جائز لهذا الغرض لأنه سيكون من قبيل التمويل إيبقى داوت هيكون من قبيل التمويل إذا كتبت هذا الغرض بمعنى أن أنت فعلت هذا من أجل هذه الأغراض الثلاثة وبعدين إيه اللي حاصل إنت لو كنت أخذ الفلوس دي عشان تحطها في مشروع أو عشان تشتري حاجة أهو عشان بس يباني الحكم إذا كنت رايح تشتري حاجة بالفلوس الجمعية أو تمول مشروع بالفلوس الجمعية تزود راس مالك عشان تشتري حاجة أو تعمل خدمة مشروع الجمعية فأنت تأخذ الفلوس دي عشان تسدد فلوس الجمعية دي الخمسين ألف عشان تسدد فلوس الجمعية وبكده هيكون دا من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد الشخصي اللي هو في الحقيقة هيكون ممنوع أن يبقى حصول على مال فقط بدون أي سبب اللي هو ما بقاش موجود دلوقتي في أوراق البنوك ولا بقى موجود في قانون البنوك لابد من تذكر سبب للحصول على الأموال موسيقى موسيقى المترجم للقناة